أسعد الأوقاتكم مع عزائي المشاهدين الأجواء معتدلة تميل للبرودة خلال فترة الظهيرة ولكنها في المساء باردة خاصة في الفترات المتأخرة من الليل والفجر نتعرف على أجواءنا أكثر حاليا أجواءنا صافية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه بين الحين والآخر خفيفة إلى معتدلة سرع بوجه عام الليلة راح تكون من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة حاليا 13 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة 17 درجة مئوية حاليا ورطوب النسبية 38% والرؤية الأفقية ممتازة أكثر من 10 كيلومتر صور القمار الصناعية تبيننا عبور السحب لا يزال مستمر وفرص لعبور السحب أيضا راح تكون ملحوظة أجواءنا راح تكون غائمة جزئيا بعض الشيء إلى غائمة خلال فترة المساء ومع نهاية مساء يوم الغد أو مع نهاية اليوم تقدريبا نقدر نقول فيه فرص لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق امتداد تأثير مرتفع جوي راح يستمر بيانه اليوم وباشر بإذن الله الأجواء الباردة مستمرة الليلة ودرجات الحرارة تتراوح حتى الساعة 12 بالليل ما بين الـ 12 إلى الـ 15 درجة مئوية و13 درجة مئوية في الجهرة أجواء باردة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية البحر خفيفة لو معتد الموج من 1 إلى 3 قدم وسرعة الرياح كحد أقصى إلى 26 كيلومتر في الساعة وباشر الصبح تتراجع سرعة الرياح وتكون تقريبا من 6 إلى 22 كيلومتر في الساعة وأجواء باردة ودرجات الحرارة الصغرى في غرب البلاد تتراوح ما بين 8 إلى 7 درجات مئوية والإحساس قد يكون أقل من ذلك لذلك خواننا اللي بالبر شمال الكويت جنوب الكويت أيضا في المزارع الشالهات يديرون بالهم خلال هذه الأيام الأجواء الباردة مستمرة خاصة في ساعات الصباح الأولى الأطفال المدارس ديروا بالكم لبسوهم الأجواء باردة اللي داوم في غرب الكويت أو جنوب الكويت في الحقول وغيرها ترى الأجواء باردة خلال ساعات الصباح الأولى الأحمدي 17 درجة مئوية إلى 16 درجة مئوية مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي 15 درجة مئوية منتصف نهار يوم الغد درجات الحرارة بوجه عام ستكون متقاربة في أغلب المناطق تتراوح ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية والسحب ستكون ملحوظة باشر بشكل ملحوظة على أغلب المناطق وأجوانها تكون غائمة جزئيا بعض الشيء بين الحين والآخر والرياح ستكون متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية من 6 إلى 22 كيلومتر في الساعة خفيفة السرعة بوجه عام طبعا فرص الأمطار ستكون مساء يوم الغد أو مع نهاية اليوم وتكون خفيفة متفرقة على بعض المناطق وتكون ملحوظة أكثر في يوم الأثنين والرياح ستكون شمالية شرقية إلى كوس بين الحين والآخر ودرجات الحرارة تقريبا تتراوح ما بين 19 و18 درجة مئوية إلى 20 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مساء يوم الغد والبحر سيكون خفيفة معتد الموج تقريبا من 1 إلى 4 قدم الفترة هذه من فترات الفساد أخوانا الحداغة تابعوا نشرات الجوية بشكل مستمر خاصة سرعة الرياح لارتباطها بارتفاع الأمواج المد الأول ساعة 3 و 7 دقائق صباحا والمد الثاني ساعة 5 و 59 دقيقة مساءا والجزر الأول ساعة 10 و 44 دقيقة صباحا والجزر الثاني الساعة 10 و 59 دقيقة مساءا الفترة هذه مثل ما قلنا من فترات الفساد المواقيت بذن الله أذان الفير الساعة 4 و 57 والشروق ساعة 26 دقيقة والمغرب الساعة 54 و 50 دقيقة كل ما للليل قاعد يطول أما الطقس المتوقع بذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة باتشر الرياح راح تكون متقلبة الاتجاه بوجه نعام مع نهاية اليوم تقلب إلى الشمالي شرقي بين الحين والآخر وكوس بين الحين لأن متقلبة الاتجاه بين الحين والآخر متوقع أن تكون العظمة تتراوح ما بين 22 درجة مئوية إلى 23 درجة مئوية والصغرة 9 درجات مئوية يوم الأثنين في فرص لأمطار الرياح شمالية شرقية إلى كوس بين الحين والآخر 21 درجة مئوية والصغرة 13 درجة مئوية 23 في يوم الثلاثة إلى 24 درجة مئوية في أغلب المناطق خلال الأيام القادمة بذن الله والصغرة تتراوح ما بين 9 إلى 10 درجات مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى متدريت سرع بوجه نعام تتراوح ما بين 10 إلى 38 كيلومتر في الساعة في أغلب الأيام بذن الله مع أجواء مشمسة راح تتراجع فرص الأمطار وأجوائنا أيضاً تكون صافية ابتداء من يوم الثلاثة فرص الأمطار راح تكون في يوم الثلاثة ورح نوافقكم أكثر عنها في معلومات إن شاء الله في نشراتنا القادمة نشرتنا الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم